اكبر اطفال في العالم اولا طفل من كانتاكا من الهند الاطفال وزنها عند ولادتها تتاروح بين 6 الى 8 باوندا ولكن هذا الطفل صدم والديه والطبيب فهو ولد بوزن بلغ 15 باوندا اي في وزن طفل لديه 6 شهور ويتمتع بصحة جيدة ثانيا طفل من جانجار راجستان الهند بلغ الطفل وزن 13 باوندا ويرجح ان وزنه كبير بسبب بعض المشكلات الصحية لدى الام انظر الى الطفل الذي بجانبه فهكذا يكون وزن الطفل عند ولادته ولكن ولد هذا الطفل بوزن كبير جدا ثالثا طفل من المملكة المتحدة ولد هذا الطفل عام 1969 في المملكة المتحدة وبلغ 16 باوندا اي وزن طفل لديه 6 شهور ولكنك تعلم انه حديث الولادة بسبب غلقه لعينيه وعدم اكتمال عضلاته رابعا الطفل ذو 12 باوندا هذا الطفل ولد وهو يبلغ 12 باوندا فكان يعتقد ابويه انهما سينجبان طفلا صغيرا ويحضرانه للمنزل ولكنه طفل كبير جدا هذه الصورة تجعله يبلغ 30 باوندا ولكن دون استخدام خضع الكاميرا فهو كبير حقا خامسا الطفل ستيفن كانت والدة ستيفن تكتسب الوزن الكبير في فترة الحمل ولكنها لم تكن تعلم انه وزن ستيفن الذي بلغ 16 باوندا الى ان قامت بولادته فوزنه يتساوى مع 30 ساندويتش ماك تشيز من ماك دونالدز ووضعهم في حقيبة فسيكون وزن ستيفن سادسا الطفل جامايكل والدة جامايكل صغيرة الحجم ولكنها انجبت طفلا يبلغ 16 باوندا اي ضعف الوزن الطبيعي لطفل حديث الولادة وصدمت حقا من وزن الطفل سابعا الطفل جويل بعد انجاب طفل سواء كان وزنه صغيرا او كبيرا يتم العناية به جيدا ولكن اذا كان كبيرا جدا فتكون العناية اكبر هذا الطفل بلغ 15 باوندا وكان من الصعب حقا على والدته حمله بسبب صغر حجمها ثامنا الطفلة جاسلين انظر كيف يبدو وجهها سمينا وكبيرا بالرغم من ولادتها قبل موعدها باسبوعين ولكنها بلغت 13.5 باوندا ومن حسن الحظ ان عظامها ستنمو خلال اسابيع لتتحمل وزنها الكبير تاسعا ادميلتون دوسانتوس سجل هذا الطفل رقما قياسيا حيث بلغ 17 باوندا مسكينة الام التي تحملت هذا الوزن لتسعة اشهر ولكن الطفل بعد الولادة كان يتمتع بصحة جيدة وخرج من المستشفى بعد ايام من ولادته فالاطفال في مثل هذا الوزن عادة يكون لديهم مشاكل صحية ولكن لحسن الحظ كان يتمتع بصحة جيدة عاشرا الطفل سانتياغو ولد هذا الطفل في عام 2014 في كولومبيا وبلغ وزنه 46 باوندا وزن كبير جدا وللاسف هذا الطفل سيعاني من بعض المشكلات الصحية بسبب وزنه 11. الطفل الايراني هذا الطفل من ايران ولد بوزن كبير ستلاحظ ان وجنتيه كبيرتان تمنعه من فتح عينيه 12. صاحبة اللسان الكبير هذه الطفلة ولدت بوزن طبيعي ولكن بعد ولادتها لاحظ والديها انها لديها لسان كبير جدا لسان في حجم وجهها وهذه حالة نادرة تحدث لطفل من اصل 14 طفل ولكن لم يلقي الوالدين اي اهتمام بالموضوع ويبدوان فخورا بابنتهما 13. الطفلة الهندية صاحبة الرأس الكبير هذه الطفلة ولدت بوزن طبيعي ولكن بعد ذلك بدأ رأسها ينمو بطريقة غريبة وسريعة في حالة نادرة الحدوث حتى اصبح الرأس في حجم البالونة 14. وجنتين سمينتين العديد من الاطفال لديهم وجنتين سمينتين ولكن هذا الطفل حصل على اكبر طفل يتمتع بوجنتين كبيرتين 15. قطعة فنية بطبع هذا ليس طفلا حقيقيا ولكن قطعة فنية قام بها الفنان الاسترالي رون موك فهو يقوم بعمل مجسمات كبيرة جدا واذا كان هذا الطفل حقيقيا فربما لا يرغب في رؤية والدته نشكركم للمشاهدة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك اشتركوا في القناة